أدما تعددت اهتمامات المرأة وأدما كترة مشاغلها بيظل الاهتمام بالجمال والتقلق بياخد الحيز الأكبر من وقتها ودائما المكياج هو الشغل الشاغل لأي صبية اليوم بوقفتنا الجمالية وبزيارتنا لبوب بيوتي لونج لح نتعرف على نوع من أنواع الميكب بيتناسب مع كافة المناسبات مع الميكب أرتست نور خلينا نشوف سوا تحياتنا إلك نور نحن نشوف ميكب متل ما حكينا أنه اليوم نحمي الميكب يكون كثير سمبل ونزبط لعروض ونزبط لسهرات لأي مناسبة نحن نشوف إدعاء نحن نشوف إذا أكثر صبايا سوف تكون سهرات وطلعاتها تحط ميكب أكثر نائم يعني نعم نشتغل على نظافة الوجه وعلى الكنتور وعم نشتغل على العيون شوي ناعم طبعاً نحن نحطنا برايمر للبشرة لازم قبل أي ميكوب نحط برايمر للبشرة بحيث ترتبها وتجهزها حالو ترتبها وجهزها حالو عم بشوف نور إنه نجمات السينما العالميات والنجمات العربية عم بيطلعون العصبات كأنهم مش حطين بس هم بكونوا حطين فور ميكوب هنالعم نعم نشتغل أكتر على نظافة البشرة عم نكون على نظافة البشرة عم نشتغل أكتر ووم والعيون عم تكون شوية نعمة و بالزبط البطلisin ههي الأشتبت ههي الألواني الغتج عالم هنال reagرة الألوان ههي الأرانج و البصدل و ألوان الّالقرميد comes it like I te الفوشية والأشياء هاي هذول بيكون شوي بالصيف أكتر حلو طيب نور بالنسبة لالكنتور هلأ انت قلت إنه إحنا بنركز أكتب شي على نظافة الوجه وعالكنتور الكنتور بطل مثل السنوات الماضي كان محدد أكتر يمكن خلال السنتين ثلاثة اللي مرأوه هلأ صار شوي بطريقة خفيفة ومدموجة عم نعمل له دمج أكتر بالزوط نحن تلحكي نحن نعم نشتغل أكتب على نظافة الوجه ما عم نخلي شي واضح هلو وهذا نحن اليوم نحن نعتمد عليه هلأ نحن نحن نحط طبعا نحن نحط كل شي بس هتشوف بطريقة مدموجين كلهم مع بعضهم يما هي كتير مبين إنه نحن حاطين كتير ألوان هلو بس نحن نكون بالحقيقة عم نستخدم أكتر من اللون مع بعض تمام هلأ بلشنا بالفونديشون هلأ بالضبط بلشنا بالفونديشون طبعا نحن نعمل فول كفر عشان أي مشكلة بالوجه بتروح وأصلا هذا الفول كفر يعني بعد ساعة ساعتين يكون خفيف للعروس على وجهه طيب هلأ مرحلة الكونسيلر على فكرة عم فشوف بعد ما وزعته صح في الأول أول ما حطيته أنا قلته حاطت إنه كتير كبر بس بعد ما توزع صاحب البلشفونج صار لي كتير كتير حلو هلأ كتير غلط اللي عم يعملون الأوائد في ناس ميك أب آرتست يحطوا الكونسيلر لطريقة عشوائية فهو لازم يكون بطريقة صح زي النايك في طريقة النايك ويتعبه جوه لأنه ما بدا ننزل كتير تحت عشان ما نخرب الكونتور يبدا نعمله الأبدا انت رح تعمل كونتور بودر مش كريمي بودر مش كريمي هلأ الكونتور على منطقة الأنف الأنف بالضبط هاي الشغلة اللي بحسها أنا أصعد فيه بالميك أب اللي هي الكونتور على الأنف لأنه اللي بتحطه غلط فعلا بيخرب الميك أب كله فبدها فعلا دقة وبدها فان ببيت زمان كننا نحطها أول ما طلع موضوع الكونتور كننا نحط على الأنف كله نور بعدينها طلعت هاي غلط الشغلة غلط هلا هي لازم بس على العضمتين اللي عنده الأنف صح صح اللي هون في عنده عضمتين هنا بنحدد هم ترجمة نتواج Kollegen هاتي أخواجب أنا عندي موضوع هاتي أخواجب نحن نختار دائما بالحواجب برضو الأشياء الطبيعي هلا اه دارج الأشياء كثير طبيعي بطل الحواجب المحدد كثير صح موضوع الكونسيلا نحنا مو بس نستخدم له محديد الحاجب أو نظف نستخدمه كمان برايمر للعين حلو عرفتي يعني هلا نحن قد نحط كونسيلر في ناس كتير مابحط كونسيلر لسوات بتحدي كونسيلر انتي بتكوني عم تظهري لون الايشادو اكتر صح طب الصبية اللي معانا اليوم يعني هي شأرة وانت هتعملها هدا الميكاب الالوان الترابية لو كانت كمان صبية بشرطها سامرة رح يتناسب معها مو شرط اللي ترى الالوان متل ما حكينا الالوان اللي فيها قرانج ولي فيها البني درجات البني احناحكي هي بتلبع كل الوجوه حال انا طبعا بحط الكحلة من تحت ومن فوق حالو بتحت بليز لانه لانه عنا الجفن الجوال تحت الرموش اذا محتنالو كحلة سودا بظل مبين يظل الرمش تحت اعرفتي حلا احكي لنا شو عملتك حل انا عم حط هايلايت باول العين الهايلايت اللي مستخدمه للغطود اه اوكي اعم حطه باول العين حالو إذن هايلايت وبعدين حطينا قلتر كمان عدهبي بأول عين الله أدي بحب القلتر الدهبي أنا ما بحب الفضي ما بعرف لين هلا حنبلش نحن تحت العين بلون أورانج الأورانج اللي هو أورانج عكارميدي يعني شام ما تتفاجأوا أي أورانج بالظبط أدي حالي تلع هذا اللون نحن نتركها كلق مع الكاميرا عشان توجينا كيف طريقة الدمج ووضع الشادو فو إناي هلا طبعا نحن عم نفتح تحت الحاجب شوي عشان نعطي الإضاءة أم يعدي мешان نحن أتح الله تحت الحاجب هك شون 이북BeAJ هك топاتينا هايلايت خوال في المنطقة expect ب بداية العين لنص العين تقريبه beat ب الضبط شوي BEAJ GRAM GRAM . هاذا طبعا نحن نرسomme الإيلاينار gleich هو أكتر شي بيساعدنا عدادة و أكثر شي بالعربة كتير بيحبوا الإيلينر بالضبط بس ممكن حتى الإيلينر بطل بطريقة العريضة كتير والأوفر بطريقة يمكن خطن كتير نحيف بالضبط موسيقى لكن هروكم حطينا إيلينر تقريباً عكل العين من قدامه من الورد موسيقى موسيقى الهايلايت مثل ما بتعرفوه بس من المنطقة الأخيرة بالوجه موسيقى لا إذا كان الوجه ناصح إذا كان الصبية عندها غدود وجهه ناصح ما منحط بالأخير الوجه منحط بس على هون أعلى المنطقات موسيقى موسيقى قررت ما حكينا هذا الميكوب بيضبط العروس بيضبط له السهرة بيضبط له مناسبة إذا خففنا الهايلايتر شوي بيضبط كمان لأي هيك طلعات خفيفة موسيقى إذا نظم لكل اللي بتابعونا صبايا والستات إحنا بنحط اللمسات الأخيرة للميكوب وهي المسكارة وبكون خلصنا ميكوبنا لليوم من طبعا خبير المكياج الميكوب أرتست نور من بوفي بيوتي لونج الميكوب رائع جدا مناسب كتير لعدة مناسبات إن كان عروس أو حتى مناسبات عادية مو بتعك العادي نور يعطيك ألف عافية الله يعافيك ياهي وشكرا كتير لكم